السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بمشاهدات ومرحبا بالتقالي تتعطوني وتنشكركم بزفزف على الدعم ديالكم وانتمنى ان شاء الله دي فيديو ديال اليوم لقاكم في صحة جيدة كيفما دائما انتمنى من القلب يلقاكم في الهانة والسعادة بحول الله وانتمنى ان شاء الله يشاف يربيك على الناس المراد والله يرحم والدين ورحم جميع المسلمين يربي العالمين انا دائما غنبقى العواشر كاملا ندعي معاكم وانتا كمتا ندعي معاكم ارى الدعوة ديال الغريبة راتي اربتي يستجب لها وانتمنى ان شاء الله الوصفة ديالة اعجابكم وانا دائما ارى تنقول لكم ارى اي حاجة تنصيبها في البيت ديالي واليوم جيت لكم بواحد وصفة رائعة ارى تنبغي شاركة معاكم بالاخصة الوصفة ديال اليوم الزميطة البلدية التقليدية والولدة كانت تديرها الله يطول في عمرها وجدتي الله يرحمها كانوا تديرها الناس ديال البلدية ديال النواحي ديال الاسفعب دا تدير الزميطة على حقها وفت على حقها وطريقها ومقادر رات صحيين وظميطة رات صحية الناس اللي عندهم مشاكل ديال جهاز الهضميين ومشاكل ديال المعدة الناس اللي عندهم اي مشكلة تصلح لهم الزميطة رات صحية 100% والمكونات رات ساهلين وموجودين في اي بيت رات يمكن لكم جيبوا عند العطار كل شيء تلقوا عنده جيبوهم وطيبوهم ان شاء الله وبيتنشارك معاكم هات الزميطة وانا الزميطة رات عمري ما كنت قلت لكم المنتجات اللي تنبيع مع الناس عندك ليا ديالي الزميطة تنبيع الناس اللي عندي سيطيقوا فيها وتنغسلها في الدار ديالي هذا المره رغسته لي الوالدة اللي طول في مره انا جيت عندها في هذا الويكند لقد انتكينها غاسلة لي القمح وزقوا الشعير وكل شيء غاسلهم لي فسطحهم ومنشفاهم لي وكذا نعتبر الناس بحال نفسي انا اي حاجة زوينة نفسك راتبطيها الناس نغسل الزميطة الزميطة الزراع الشعير كل شيء تتغسل وتتنشف علش الله اللي الناس يتقو فيك تقول لك ذاك الحاجة بغينها تأمنوك تخليوك بينك وبينسي دربي لشي ما نصيبوا شيء حاجة زوينة اللي الناس يفرحوا بيها وتتكون صحية اللي هم والواليداتهم وتحنا تنستعملوها لشل الله نتنحمق على الزميطة البلدية بالعشوب تنفطلها على السفوف على سلو تنبغيها بالزراع بالقمح بالإلهان والإلان وانو وريكم المقادر بعد سمحولي الواليدة تسلم عليكم انتم ما سمعوا وارا بغت تبارك لكم بالعواشر وكانت ذاك الأسبوع من اللي كنت عندها والله إلا كانت بغت تدير لكم الخميرة البلدية والفيديو ما تصورتها وما تسجلش ولكن إن شاء الله ما زال غت تديرها لكم طريقة البلدية اللي كانت تدير لوليدة في البلاد غزالة وتأنارة تعلمت لها إن شاء الله دا بنديرها لكم وموما يغتبرك لكم العواشر يالا أمي قالوا بنياتي السلام عليكم وكديري اللبس عليكم خارجي المغرب وداخل المغرب ومروك العواشر والله يطول عماركم للثومة والأوليداتكم وهذه الزميتها را صحية ورازينة را مزيانة للمصران والمعدة وبحلها را شربتها هو را دوام غريبي طبيعي والله يسهل عليكم وكل شيء لك هذا هيره ستقول لكم القوام اللي كينا فيها وتيدعيوا معامس كينا را عسلات را عسلات معاكم أولياتي ووليداتي والله يجعر ببعض منا هاد المرض يا ربي اللي بعيد يجي شوف حباب والدي يا ربي اللي قريبته وكادلك آمين الله ما آمين ورمدان مبروك علينا وعليكم موما أنتم المقادر نوريوم لكم وأنا أعطيكم مقادر بالضبط أنا تنصيب كمية كبيرة وكن أعطيكم مقادر بس صيبوه على الناس اللي عايصيبوه في البيت ديالي وأنا أعطيكم المقادر اللي غادي مكيلكم تصيبوها في الدار مهم غا نحتاجوا أول حاجة اللي أنا ممي لقيتها مسكينة الزراع ها شعير شعير ها هو بلدي قيتها غسلاته اللي هي ها هو راح راح حمرته في الفران ديال العواد ديال الزنقة والقمح تا هو القيتها غاسلة هو الشعير غاسلة هم وديتم حمرتهم في الفران أنا وريتكم معي قبل ما نطحنهم درت تقريبا كيلو ديال الزراع كيلو ديال الشعير أنا أعطيكم القياس باش يجيكم دكشي اه لا حساب القياس اللي بغاوه وكيلو ديال اللان تا هو غسلته نقيته غسلته تا هو حمرته ماشي بزاك الفران ديال العوادرة تبارك الله تيعرفوا لها الشي ديال الزميطة ودجرها مسكين كبير الحاج اللي طول فأمروه ديال الزميطات يعرف القياس باش يحمر لي هذا الحمص البلدي دكشي صغير وراء الحمص وخديت كيلو ديال الحمص كيلو ديال اللان مرأة كما قلت لكم اه نبغي نعاود اه شعير كيلو ديال الزراح اه زرعة كتان اه تا هي كيلو تقريبا زرعة كتان غاد قلول لي ما تتحمرش فعلا ما تتحمرش انا دائمنا نقولها لكم غسلتها غسلش غسلت اه نقيتها ومصحتها اسمحوا لي ما غسلتهاش اه نقيتها ومصحتها مزيال ما خادكمش تغسلوها اجرت لها قمتها تسخون و تفيت على البوطة لتقرمش في فران لديك الصهداء في البوطة او فران لا يجب لها على العافية لكي تجيب من المقرمشها لا تكون خضرها و المؤمنين يقولون ان الكتل لا يجب ان تكون مقرمش في 24 ساعة تبقى مدة طويلة حتى شهر شهرين ما عندها تشجي حاجة تسير سلبي سمحوا لي لانسيت شي حاجة ركتباديكم في صندوق الوصف احتاجوا تاني درت هنا تقريبا سكيلو دي الخرطال والشوفان كل الناس ما تفرقوش بالخرطال والشوفان هذا مهم رانا عندهم جوج الاسماء ودرت نسكيلو دي الخرطال والشوفان ودرت كيلو دي الزلج لان بعد ما توا نقينا وغسلنا قبل ما نغسله نقيته مزيان وغسلته صافي وخلينا حتى نشف وتوا ما حمرت وشعلت عليه البطام هيلة يتيت تقرمش صافي باش شو 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 وصلت على زرارة تقريبا زرارة كان زرارة قاسحة لا تظهر ادلع كي لم تتقرم زرارة تقريبا زرارة تقريبا مبادلة زرارة تسكيلو principles في الدرجة مضيفة وغسلها ومكرمها القرفة عوضت القرفات قريبا 50 قرام على حساب مشكلة 50 قرام دي القرعة الخروب الخروب خديت نصرابعة ونبق نصرابعة دوف القياس اللي اعطيتكم وغايت تديرو كتر زيدة هذا ثاني هنا يا بدرت اقرب لكم زيان باش شوفو هنا خلط الكروية والنافع وحبت حلاوة الكروية والنافع وحبت حلاوة وشانوج نصرابعة مخلطة ورقص يدنا مسجحة ثلاثة اربعة الوريقات واحدة معلقة كبيرة صانوج او الحب السوداء وهذه القوزة الصحراوية هذه قوزة صحراوية واللي ملقاش يمستعمل غير القوزة العادية واحدة تقريبا يحبكها انا حتى تنبيهم كل مطحونة تنطحنهم ماهو ثاني هذا ثاني الزعتر الزعتر رائع الزميطة الزعتر البلدي تقريبا خمسة دراهم او ثاني الزعتر واحد درهم الويزة وهذا السميطة هذا القوزة بريابس انا لا نستعملوا مطحونة هذا كان عند الوليدين سيستعملوا مطحونة ولكن من الذين سنجدوا حبوب وننقيه ونمسحه ونسخنه فوق البلطة ونستعملوا 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 ثاني الليمون أنا دائما دائما أقول لكم القشور لا نضيعهم يد الحامض يد الليمون اي قشورة ما لقيتم عندي قشورة الليمونة تقريبا تخلي واحد نسمه غزالة وهنا ربقي ما كرمتهم ونشفتهم لا تشعلوا اليوم بوطة هذه الصهداء المقلاة والفران صافرات تكرمهم تبارك الله وهنا المانتا مرسيطة سالمية نعناع العبدي يا أميات مرسيطة المانتا وفليو أخذتهم هذا وغسلتهم إن شاء الله سنكرموهم حيث لا يوجد الوقت لن نشعل المقلاة والفران وهنا سوف تكرموهم صافي أتشيليكاين أتشيليكاين كل عام وكل عام إن شاء الله لا نسيت شي حاجة إن شاء الله سنكتبها لكم في صندوق الوصف هذه الزميطة البلدية تقليبية إن شاء الله كلهم مهمة وردتكم بطريقة التي تتحمل بعد أن نبقوا والخروب لا تتحملوا لا تتحملوا هذه القرفة تتحملوا هذه الزرارة تتحملوا قليلا من الأحسن نقصوا البوطة على سخنوا المقلاة ونقصوا البوطة وحمروا على خاطركم مهمة وردتكم شيء النافع وهذه الصهد الكروية وحبت حلاوة هذه الصهداء المقلاة ستقرمشون لتحنون لكم وقال لكم البناء الخضورة هذه الزميطة كيف ينتبرك لله لكم زميطة صحية مئة في المئة والمكونات رائعة والزميطة لا تنحماق عليها وصحية ومتدرش بالعكس تداوي رازوينة في الصحور إن شاء الله سأجمعهم إن شاء الله سأجمعهم ونطحنهم كاملين بهذا الشيء كامل زلجلان هو الذي سأطحنه في الدار وزرعة الكتن سأطحنهم في الدار سأطحنهم هذا الشيء كامل سأطحنهم إن شاء الله بعد أن نطلقوا رائعين أخواتي أنا الحاجة التي تزوينا أريد أن نطحنها لكم لكم الزميطة رائعة وصحية والناس يريدونها بزاف بالأخص الناس القدام أرجعوا لذلك الزمان والفوال وديداتكم يريدونها لدينا لم أكن صغيرة نسمى الآشاب ونتمنى إن شاء الله تجربوها في البيت ونطلقوا ونطلقوا السلام عليكم إن شاء الله نتلقينا بعد البارح وريدتكم الزميطة المقادر من المقادر ونطلقوا الزميطة ونطلقوا لدينا طحون وطلقوا ونطلقوا بودة رائعة ورائعة 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 وكمية كبيرة ومكونات سهلة وصحية وموجودة لدينا أي محل رائعة وصحية وبالعكس لدينا مشكلة لدينا الهدم وتقوية المناعة والزميطة معروفة من زمان كانوا الجدنة يستعملوها والدينا رائعة وفيها واحد سبحان الله ورائعة الأعشاب زوينة والديدة في نفس الوقت والمقادر كلهم ومتمنى إن شاء الله جربوها في البيت لديكم وهي الوالدة ستخلط قليلا لدينا 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 رأس طحن كاملة على شكل بودر على شكل مصحق وتدروا لها طريقة البلدية القديمة بسم الله طريقة الزيت البلدية كيف يدير زيت البلدية والزبدة البلدية اللي عندكم ولكننا نصل لفضل زيت البلدية سكار سكار غلاسي والساندة والأحسن لدينا لدينا سلحر طبيعي وشوية الماء مغلي تدفع وخلطوه بالضميطة طيب يبرد جميع لكم الزميطة هذه الطريقة الصحيحة هذه الزميطة المغربية التقليدية اللي كانوا والدنا وجودنا تستعملوها هذه الطريقة الصحيحة زيت البلدية او الزبدة بلدية او الزبدة العادية كل واحد اللي بغى اللي خاطر اللي بغى في ديرها والعسل كيفما عندكم عسل طبيعي او زيت الزبدة او عسل الزمزامي اي عسل عندكم في البيت ديالكم او سكار غلاسي والماء يكون مغلي خليه تدفعت خلطو بالضميطة واحدة الريحة لله لا تدفع مش هي تكون فيها تدخلط الوليدة لا سمحوا لينا قليت شها شي حاجة سمحوا لينا بنيتي والصحة والريحة بحربك ايه وغديروا اشكلها بيبدات اه لح سابق لح سابق بجلجلان مقلي بجلجلان تجيزوين زوين صحية والصحة بنيتي والصحة والريحة والصحة والريحة كوروها كويرات او شكلات اللي بغيتم وضيوها في جلجلال اللي بغيتم فجلجلال وللوز مطحون مهرمش وضعها في طبيسلات مع الفطور والصحة والريحة الله يسهل عليكم والله يرضى عليكم ومبروك العواشر ورامدان مبارئ ايه وانتم دعوات الخير خديتم من عند الوليدة فاد العواشر يا ربي امين ادخلوا عندنا الصحة والسلامة وبطول العمر ان شاء الله ورحم والدينا وجميع المسلمين يا ربي العالمين وشو الضميطة وانا تنذيرها تنذيرها الكليان ديالي وقلت علش للمشاهدات ديالي تاوما يبغيوا يستفدوا منا يصيبوا في البيت ديالهم ورازوينا وصحية الوليداتهم رائعة ورازوينا الصحور غزالة انا بعد اتعجبني نصحر بها وصحة والراحة وليبغي يجربها هاوما المقادرة وريتهم لكم لا زيت رومية لا غير استعملوا جمعوها بالزيت البلدية ولا زبدة ولا زبدة رومية وشفية العسل وسكر غلاسي لحساب الاختيار ومسخيتش بكم وانتبعنا ان شاء الله تجربوها في البيت ديالكم وكتبوني في الكمونتر الكلمة الزوينة ديالكم وليعجباتو الزميطة يكتبلي في الكمونتر وان شاء الله ما زال غنشاركا عاكم بزا في الوصفات ونخليكم على خير فيديو آخر بحول الله